المتحدث باسم الحكومة المالية عبدالله مايغا في تصريحه أضاف بأن تدخل العسكري في النيجر يظل أمرا مرفوضا من قبل السلطات في باماكو وفي وقادوغو مشددا أن المنطقة تتحمل عواقب وتداعيات سلبية اجتماعية وأمنية وسياسية لتدخل النيتو في ليبيا أود أن أذكركم بأن بوركينا فاسو ومالي والنيجر تتعامل منذ أكثر من عشر سنوات مع العواقب الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والسياسية والإنسانية السلبية لمغامرة الناتو الخطرة في ليبيا بالطبع بكل تأكيد نسأل أنفسنا إذا استغرق من ذلك عشر سنوات كم سنة سيستغرق منا ضمن مغامرة أخرى من نفس الشكل في النيجر نحن لا نعرف عشرين سنة ثلاثين سنة أربعين سنة خمسين سنة الشيء الوحيد المؤكد الرئيسان غويتا والرئيس تراوري قال بوضوح لا لا ولا لن نقبل التدخل العسكري في النيجر إنهم قادمون من أجل بقائنا